اشتركوا في القناة من يوليو من العام الفين واربعة وعشرين وبالشراكة مع شركة اي تي اف اكس الشركة الرائدة لتداول الأوراق المالية ويمكنكم الاستفادة من الخدمات العديدة والمتميزة التي تقدمها الشركة من خلال الروابط المرفقة في صندوق الوصف أسفل الفيديو وإذا نخواني العزاء قبل أن نبتد فقرات التحليل الفني والاقتصادي نذكر بأهم البيانات الاقتصادية الذي سوف تصدر خلال اليوم ولها تأثير على حركة الأسعار وقت صدورها وسوف يكون لدينا بيانات هامة على الدولار الأمريكي وعلى اليورو تبتدى في تمام الساعة الثانية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة على اليورو بصدور خبر مؤشر أسعار المستهلكين ومن ثم في تمام الساعة الرابعة والنصف لدينا حديث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السيد جيرون باول وفي تمام الساعة الخامسة مساء لدينا تقرير فرص العمل إذن أخواني لعزاء نبتدئ فقرة التحليل الفني والاقتصادي بتحليل مؤشر الدولار الأمريكي الدولار إندكس ونشاهد أن مؤشر الدولار الأمريكي يحاول التماسك أعلى سعر الإغلاق السابق ضاربا بالبيانات الاقتصادية الأمريكية التي صدرت بشكل سلبي عرض الحائط حيث أننا شاهدنا خبر مؤشر مديري المشتريات الصناعي صدر بشكل سلبي ولكن نشاهد أن الرقم الذي صدر لا يزال أعلى من الرقم السابق وشاهدنا مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد إدارة توريدات الاسم قد صدر بشكل سلبي وهذا التباين قد رمى الأنظار حول حديث السيد جيروم باول وحول البيانات الهامة وتقرير الان اث بي الذي سوف يصدر في يوم الجمعة إذن أخواني لعزاء نشاهد حتى اللحظة مؤشر الدولار الأمريكي لن يستجيب ويستأنف المكاسب إلا بتخطي مكتمل الشروط والأركان لمستوى المئة وستة على فريم الأربع ساعات إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل زوج اليورو دولار نشاهد زوج اليورو دولار يحاول أن يستعيد السيطرة على الزخم السلبي الهابط وإذا نجحت الأسعار بالعودة أدنى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم والذي يلتحم مع سعر الإغلاق السابق وسعر الدعم الهام الماثل عند 1.07 ألاف حينها سوف نشاهد هبوط وتخلي الزوجة عن المكاسب واستهداف الـ 1.06 ألاف على المدى القصير إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل زوج الباون دولار نشاهد زوج الباون دولار هو الآخر لا يزال يتعرض للضغوط البيعية وبقاء الأسعار أدنى الـ 1.27 ألف يرجح الكفة البيعية الذي لن تستأنف مجددا إلا بكسر الـ 1.26 ألف ومئتين إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الينا الياباني نشاهد الزوج حتى اللحظة يتمسك بالمكاسب ولن يستأنف الإيجابية إلا بتخطي مكتمل الشروط والأركان لمستوى الـ 162 ين مقابل الدولار الأمريكي الواحد إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الفرانك السويسر إن شاهد الزوج يستمر بتحقيق المكاسب مستهدفا مستوى الصفر فاصلة 90 ألف واربعمائة وخمسون الذي إذا نجحت الأسعار باختراقها قد نشاهد استئناف الصعود صوب مستوى الصفر فاصلة 92 ألف إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي إن نشاهد الزوج يفشل باستعادة المكاسب وبقاء الأسعار أدنى صفر فاصلة 66 ألف وسبعمائة يضع الزوج تحت تهديدات الهبوط التصحيحي الذي يستهدف مستوى الصفر فاصلة 65 ألف وثمانمائة وما دونها إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار النيوزلندي مقابل الدولار الأمريكي وبقاء الأسعار أدنى صفر فاصلة 61 ألف يرجح الكفة البيعية الذي تستهدف 60 ألف وما دونها إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندين وشاهد الزوج حتى اللحظة تداول في ظل السيناريو الإيجابي وإذا نجحت الأسعار باختراق الواحد فاصلة 37 ألف وخمسمائة قد نشاهد الصعود صوب الواحد فاصلة تسعة وثلاثون ألف وواحد فاصلة واحد واربعون ألف على الميديم تيرم إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل زوج الباونديان الملقب المجنون وثبات الأسعار أعلى مستوى مائتين وثلاثة فاصلة خمسمائة لا تزال ترجح الكفة الإيجابية للصعود صوب مستويات المائتين وسبعة ومائتين واثنائش على الميديم تيرم ولن يلغى هذا السيناريو الإيجابي الصعد إلا بعودة الأسعار أدنى المائتين وثلاثة فاصلة خمسمائة إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل زوج اليوروين نشاهد اليوروين يحقق المكاسب وثبات الأسعار أعلى مستوى مائتين وسبعون فاصلة خمسمائة ترجح الكفة الإيجابية الذي تستهدف مستوى المائة ستة وسبعون إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل زوج اليورو مقابل الجنيل سترليني وأخيرا تم إغلاق الفجوة السعرية الهابطة بفجوة صاعدة أخرى ونشاهد أخواني لعزاء الأسعار حتى اللحظة لم تستطع التنفس واستعادة سيطرة على الزخم الإيجابي بقاها أدنى مستوى الصفر فاصل إلى خمسة وثمانون ألف واختراق مكتمل الشروط والأركان لمستوى الصفر فاصل إلى خمسة وثمانون ألف سوف يؤدي إلى استيناف الصعود واستعادة سيطرة على الزخم الإيجابي الصاعد مجددا إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الليرا التركية نشاهد الزوج حتى اللحظة يتراجع بعض الشيء مقتربا من منطقة هامة جدا ولكن بالمجمل ثبات الأسعار على مستوى ثلاثون ليرا ونصف مقابل الدولار الأمريكي الواحد يرجح الكفة الإيجابية الذي استهدف ثلاثة وثلاثون ليرا وثلاثة وثلاثون ليرا ونصف مقابل الدولار الأمريكي الواحد إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي ويحاول البيتكوين أن يستعيد المكاسب ولكن حتى اللحظة تداول أسعار أدنى الخمسة وستون ألف دولار مقابل البيتكوين الواحدة لا يزال يضع البيتكوين تحت تهديدات الهبوط مجددا إلى 60 ألف دولار و54 ألف دولار ولن يلغى السيناريو البيعي الهابط ويستعيد البيتكوين مكاسبه مجددا تخلق فرص شرائية إلا باختراق مكتمل الشروط والأركان لمستوى 65 ألف دولار على فريم الأربع ساعات إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل الإثيريوم مقابل الدولار الأمريكي نشاهد الإثيريوم حتى اللحظة يحاول أن يتعش ويحقق بعضا من المكاسب وتخطي مستوى 3500 دولار قد يمنح الإثيريوم الضول الأخضر للصعود صوب الأربعة ألاف دولار إذن أخواني ننتقل إلى تحليل الريبل مقابل الدولار الأمريكي ونشاهد الريبل لا يزال تداول في ظل القناة العرضية المحصور وما بين 50 سنت و 46 سنت ونتوقع أن تستمر التحركات العرضية حتى يتم كسرة واختراق أحد أطراف القناة العرضية الماثلة على الرسم البياني إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل ملك الملاذات الآمنة الذهب ونشاهد الذهب يتداول بشكل متمحور حول المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم شاهدنا استفادة من سلبية وتباين البيانات الأمريكية ولكن على الصعيد الفني بقاء الأسعار أدنى 2340 دولار مقابل الأنصة الواحدة لا يزال يضع الذهب تحت تهديدات الهبوط إلى مستوى 2280 دولار ولن يستطيع الذهب فعليا أن يتنفس وأن يحقق المكاسب إلا باختراق مكتمل الشروط والأركان لمستوى 2340 دولار مقابل الأنصة الواحدة ما لم يتم هذا الاختراق وتحققت جميع شروط الكسر والاختراق سوف نشاهد الهبوط للذهب أقادم ويستهدف مستوى 2280 دولار وبإذن الله تعالى من يستفسر عن كيفية معرفة تفاصيل الكسر والاختراق بإذن الله تعالى أخواني العزاء سوف يتم مشاركتكم لشرح التفصيلي لكيفية الكسر والاختراق على قناة الواتساب والذي من خلالها نغطي كل ما يخص الذهب والأسواق المالية بشكل مجاني يمكنكم الانضمام إليها من خلال الروابط المرفقة في صندوق التعليقات وأسفل الوصف على مقطع اليوتيوب إذن أخواني لعزان أذكر أنه لدينا بيانات هامة جدا مؤثرة على الدولار الأمريكي تترقبها الأسواق بعد أن شاهدنا موجة من البيانات الذي أظهر التباين حيث أننا شاهدنا بالمجمل بيانات سلبية على الدولار الأمريكي مؤشر مدير المشتريات الصناعي صدر بشكل سلبي ولكن الرقم الذي صدر يعتبر أعلى من الرقم السابق ولكن مؤشر مدير المشتريات الصناعي صدر عن معحد إدارة توريدات الـ ISM يعتبر سلبي ويشير إلى تباطئ نوعا ما في القطاع الصناعي ولكن هناك تباين في البيانات فلذلك الأنظار جميعها تتجه إذا السيد جيرون باول في حديثه المرتقب في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة سوف يعقب على هذه البيانات والبيانات السابقة وأيضا لدينا في تمام الساعة الخامسة مساء تقرير فرص العمل وننتظر ونترقب عاصفة البيانات الأمريكية التي سوف تصدر في جلسة الجمعة تقرير التوظيف غير الزراعي وهو ما سوف يكون له نقطة الفصل ونتوقع أن السيد جيرون باول سوف يرمي الكرة في ملعب البيانات الاقتصادية وفي تقرير الـ NFP الذي من خلال الأسبوع القادم سوف يتم التعقيب على هذه البيانات إذن أخواني العزاء على الصعيد الفني لدينا مفتاح الجلسة الحالية 2340 دولار نتابع هذا المستوى من أجل أن نحدد المسار القادم للذاب وبإذن الله سوف أتابع معكم في قناة الواتساب التحديثات القادمة وتأثير تحركات الذهب على المدى القصير إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل النفط الخام نشاهد النفط الخام يحقق المكاسب بالحفاظ على الأسعار على الـ 81 دولار والتداولات أعلى الـ 81 دولار تقود الخام للصعود صعوب الـ 86 دولار و 91 دولار ولن يلغى هذا السيناريو الإيجابي إلا بالعودة أدنى الـ 81 دولار إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل الفضة نشاهد الفضة تتمحر حول الـ 29 دولار ومثلما تحدثنا سابقا كسر مكتمل الشروط والأركة للـ 29 دولار قد يمحو مكاسب الفضة ويستهدف 26 دولار على الـ medium term إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل الغاز الطبيعي ويستمر الغاز الطبيعي بفقد المكاسب وثبات الأسعار أدنى 2 دولار فاصل الـ 60 سنت يرجح الهبوط إلى مستوى الـ 2 دولار إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل قائد السوق الأمريكي موشرة داو جونز الصناعي ولا يزالت داو جونز للجلسة الرابعة على التوالي يتمحور حول مستوى 39122 والذي يلتح معه المتوسط المتحرك فشل لاختراق فشل تحقق شروط الاختراق لمستوى 39122 قد ينجم عنه هبوط قادم استهدف 38500 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر ستاندردان بورزة الـ SB500 نشاهد أن الـ SB500 بثبات وادنى الـ 5500 قد يدخل في ظل موجة صحية هابطة تستهدف 5400 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر النازدك الأمريكي نشاهد أخواني العزاء النازدك حتى اللحظة لا يزال يحاول التماسك وعدم محو المكاسب وثبات الأسعار على 19600 لا يزال يرجح الكفة الإيجابية للنازدك لاستهداف الـ 20600 أما كسل مستوى 19600 قد يؤدي إلى هبوط يستهدف 19100 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر الرسيل الأمريكي نشاهد الرسيل في ظل التداولات أدنى 2050 سوف تؤدي إلى تغليب الكفة البيعية الذي استهدف مستوى الـ 2935 ولن يلغى السيناريو البيعي الهابط إلى بعودة المراكز الشرائية على مستوى 2050 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل الفوتسي الإنجليزي نشاهد الفوتسي لا يزال تداول تحت الضغط وكسر مستوى 8150 سوف يؤدي إلى الهبوط إلى مستوى 8000 وما دونها إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر الداكس الألماني نشاهد الداكس والآخر يتمحور حول 18300 وثبات الأسعار على 18300 قد يمنح الداكس بعضا من الآمال للصعود سوف مستوى 18600 وعادة اختبارها أما العودة أدنى 18300 بمثابة إنهاء الآمال الإيجابية والسقوط في ظل موجة بيعية عميقة قادمة للداكس الألماني إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر الكاك الفرنسي نشاهد الكاك بثباته أدنى 7800 نتوقع الأسوأ واستهداف 7400 إذن أخواني العزاء ننتقل ختاما إلى تحليل مؤشر النيكا الياباني نشاهد النيكا يعيد اختبار مستوى 39500 ثبات الأسعار أعلى 39500 قد تؤهل الصعود إلى 42000 أما العودة أدنى 39500 قد تنذر بتصحيحات تعيد استهداف مستوى 38000 على الميديم تيرم إذن أخواني العزائيل هنا نكون قد انتهينا عن فقرة التحليل الفني اليومية أشكر لكم حسن المتابعة وتقبلوا مني طيب التحيات وفي أمان الله اشتركوا في القناة